جبت معي حاجات نعم جبت معك حاجات دو كنا عودوا نقول لهم في انتظار جاهزية الصور خلينا نتحثوا عرفين أكثر على منهج المونتسيوغي ببالك كم مشاهدين يتبعون فينا ما يعرفه منهج المونتسيوغي هو منهج تعليمي وترباوي اللي هو برنامج عالمي اللي معروف الآن أصبح أكثر انتشاراً في الدول العربية بعدما كان في الدول الأوروبية يعني كان بكترة يعني بأصل أيضاً أصل المونتسيوغي هو أصل أوروبي كما نعرفه من إيطاليا نحكي عن المونتسيوغي هو برنامج اللي كان من تصميم الدكتورة ماريا مونتسيوغي اللي هي أستاذة وكانت أستاذة في مجال التعليم ثم انتقلت إلى مجال الطب اللي هو ما يعرف بمجال بيدو بسيكاتري علم الأعصاب للأطفال حيث درست فيه أن الطفل أو دارت تثقيف الطفل أو تعليمه وتركيزه أيضاً فيما يخص المواد العلمية أو الأكاديمية اللي هي مثال عدنا فيها أركان أيضاً المنهج المونتسوري اللي دارت فيها أركان عدنا في خمس أركان الركن الأول اللي هو الحياة العملية كما نحكي وكما كنت تتحكي دوك الأباء بزاف يكزيجي وعلى أولادهم حاجة قيود فوالاً هذا هو الهدف من هذا المنهج أيضاً عدنا ركن الثاني اللي هو الحياة الحسية الحياة الحسية اللي هي اللي رح نركز فيها على جميع الحواس يعني مش هنعلم الطفل فقط من جانب كما نقوله حسي من باريزانب نعلمه في اللغة باريزانب الحروف ما نعطيولوش فقط الحرف يكتبوا فقط مجرد في الوراقة يعني يقدرون يفوتوا على بزاف ما يعني يعتمد على التطبيق أكثر شيء وأيضاً على المحسوس أكيد إذن المونتسوري أيضاً يحفز استقلالية الطفل أليس كذلك؟ والا ويحفزه وأيضاً يخليه يعتمد على نفسه وتكون عنده استقلالية يستقل يعني على الموربية ولا على المعلمة تكون عندها 30 تلميذ باريزانب فلاسل ما تقدرش كامل كل واحد رح تغلق لباريزانب تغلق لولا فاستاءب ولا تلبس لها شكل حيذا هدو ما حاش تقدر تديرها مع 30 تلميذ ولا 20 تلميذ يعني هنا كل طفل يكون مستقل بيحدثه يلا هنبدأوا في الشق الأول اللي تحدثت عليه هو الحياة العملية الركن الأول من أركاننا المونتسوري اللي هو الحياة العملية حنا اليوم حضرنا بعض الصور باش نورهم للأولياء كيفاش يقدروا حتى هما يتبنوا المونتسوري في البيت تحهم أول حاجة بالنسبة للأثاث وركن الألعاب والمكتبة وحاكي مرة نشوفوا في فوتو نعم يلا نشوفوا هذه دورة تلميذ الأكيد الأولياء كامل يعلموا أسس النظافة الطفل تحهم بيجب يرسلوا يديهم يبروسي وسنانهم لكن للأسف الأم هي لي تقوم بهذا الشيء تقوم بكل حاجة مش حتى في الغسل أو في النظافة الشخصية حتى في الليباس مثال في الألبسة تاعة وتلبس له حشك للشورس تاعة والألبس كما قلنا البوني والدير هولو هو كل حاجة يعني ديجا الليباس نشوفوا بليل بورتمانتو في لك خيش بارك ديجا باش تحطوا نيفو دلان فوت حطوا للفوقة كامل هنا رح يعتمد على المربية هي ليتحط المنتو تحاف المنتو ديال الطفل في البورتمانتو هنا رح تكون عندو شنو اتكالية هنا تجوغ يبقى دايما يعتمد على المربية ولا على الأم ديالو نعم كمرة نشوفه هنا في الصور يلا هنبدو بهادية يلا هنبدو بهادية صورة فقط يثبتها لنا عبد الله الأكيد أنه بزاف أمهات هي اللي تخيار لبسها تعد طفل اتحا أليس كده توجدها في الليل بالنسبة للمرأة العاملة ومع أصبح ما عندوش خيار ما كشف يارك لبس هاديك ويسيبون خلاص احنا عندنا في الزير عندنا دوشوة يا هادي يا هادي ما كشفه لهم إذن الخزانة أيضا نقدروا نحطوها كيما رحبنا يا صح في مستوى الطفل وناخدو بعين احتبار على بشيج بدلافاس تاعو بأيزامبل لليو بيلتاعو بهي لبسو حدو أعليه لازم الأم هي اللي تدير كامل هاد الأشياء على بل بلي تحبي لنفرونتاك تحبي الطفلو كامل تحبي انتي تلبسيه وكل شيء لكن تخلي له حورية الاختيار أول حاجة يعني مش لازم دايما انتي باركزون تعتيلوا لباسو وهذا اللي تلبسو صايا باركزون ثلاث معاطف يحبتهم لكن تواهم لطيف خليلو بلي حرية الاختيار صحيتي ولا تعطينو ثلاثة البيسة ميثر وتعطينو حرية الاختيار مش تلبس هادي والهادي وهادي هو ديجابا ديك لا تقسيش حطهم برق هو يخير وش حب كيفاش نقدروا هاد الخزانة يعني نجزدوها في البيت يعني بوسائل بسيطة بوسائل بسيطة كيما رانا نشوفو هنا ديزي تاجيغ هاكا تكون نيفو دلون فو هاكا هو يجبد واحدون نحسول الطفل على حسب الطفل باش ما احنا بباكيزون بلعلاجة اللي بس كيخرج اللي بس ويطح كل شيء ويه على سهولة نعم ابتداء من اي سنة نقدروا على سبيل المثال نستخدموها ثالث سنوات ثلاث سنوات ثلاث سنوات تشوفي ديجا لنفوهنا ديجا عامين ونصي بدي خير ماما لبسي لي هادي لبسي لي كيما صحبتي بغيزون بلطفلة مش طليكي ما صديقتي ولا تشوفي هادي جا هادي بين الاطفال ماما هلا لنشط لك هاكا أنا لي نعرف ماشينتي لبليو بغ هاكا الأمهات كاملة اللي ديرو ولكن خليولوا توجه حرية الاختيار اكيد يلا هلان نوحن شوفوا صورة اخرى اخترناها اليوم حبيت لنولي الصورة تعدورة المياه مهم جدا ماشي هادي هادي نعبدو مولوليها يعني بطرق بسيطة جدا قدروا انهم يخدموا هادي اقولوا نعم هادي بزاف الكريش دوكا بلانستان كينين الكريش منتسوري في الجزائر خاصة احنا كما احنا في ولاية البويرة ايضا عندنا بزاف الكريش راهم منتسوري يعني بداوي جسدوا فكرة المنتسوري يعني مش صن بورصن قلوب اللي فصل منتسوري لكن عندهم افكار يعني هكا في المنتسوري اللي ايضا كما قلتي على دورة المياه ايضا هنا على فرشات الاسنان وكامل الامتاع المبلي لازم يغسله لكن تجوها هي اللي تساعده ماما هي تغسل لك ماما تتجرحه بينسور احنا نتجوها نكونوا نحافظوا على سلامة الطفل على بنا بلما نحطولوش حاجة دانشي عليه بأيضا لكن المواد ما لازمشي يتوشي هطفله كامل لكن احنا تجوها نخليولوه الحرية والاستقلالية ايضا اكيد مثلا ربما قبل الاكل نقولوا لو روح تغسليه ديك ماشين الديوحنا نظافة علمونو يطلع ليمونش بشير في الملعقة ايضا حتى في الحياة العملية كيفش يرفض الملعقة هذا كامل الحياة العملية عندها اهداف يعني مباشرة كما عندها ايضا اهداف غير مباشرة مثال الاهداف المباشرة هي انه تجوغن على المتفل تكون عنده حرية استقلالية والاحتماد ايضا على نفسه وكما عندنا ايضا اهداف الغير مباشرة والاهداف الغير مباشرة هي انه الطفل حنعلمه ايضا وش حنعلمه هنا في الحالات الغير مباشرة نعلمه باللي تجوغ ما يتاكلش على الغير ما يستناش تجوغ المربية جدل وهديك الحاجة بشيديرها ما يكونش اتكالي ما يكونش اتكالي باركزمبل ايضا هنا كما عندنا في الاحذية كينين هكا ديش شغرام يتبعوا وايضا على صحة الطفل حاجة امين على صحة الطفل بيرا ما تحياكلها وما فيهاش دي بوتون هكا باركزمبل يقدر يبلحم لحاجة هنا نقدر نعطي له باركزمبل هادو مالخيوط يقدر يدير هنا الربطة تاعه باركزمبل كيما هكا حطيها فقط هنا باش يقدر يشوفها المشاهد نعم هكا سينو هكا باركزمبل في الربطة للحيذة رح تجي سهلة هنا يندروا العقدة الأولى اللي حتكون سهلة مكاش كيما هي ثانية باركزمبل هندروا العقدة ثانية واللي رح تكون أسهل سينو ندروا كما نقول الأطفال فالروضة ديالي ندر لهم هكا أذنين الأرنب وهذوك الأذنين حيير تطبطوا هكا وتخرجنا العقدة وجي سهلة طريقة سهلة ولا تشيلو صبات عسك خات أحسن يعني في كيكون في سين تعامل هذيك باش نحيوها كامل هذي وقت شنا قدروا نشرها باشنا المنطفل تعنا عامل عمين يقدر يستوعب حجا مش صعيبة حجا مش صعيبة حنا بلك ربما كأولياء نشوفوا أن الطفل تعنا ما عندوش قدرات بليك لازموا دائما مرافقة ليس كذلك حنا نشوفوا بلي ما عندوش توجه سوخت من أذكياء يعني جدا نشوفهم في كل حاجة يعني أطفال أذكياء بمفخص شوفهم يعني أدنا حاجة تعطيها لو يقدر تمتم يخدم هادجالو تليفون كين عطيه ولو يعرف خل من أمد ديال ولا لا لا يشوف يحفظه شفتي كيف يشوف ها يعرف كيف نشوف هادجالو 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 نراعي وهذا الشي بس كنا توجه نديرو في بنا بالأطفال تحنا مش أذكية هنا نتعملوا مع إنسان يعني خلقوا ربي وفضلوا على كل المخلوقات الكائنات ليس كذلك يعني عندو دكاء عندو مهارات نطوروها فقط جبتنا أيضا أدوات أخرى هنا نروح هنا كنا في الرقن الحياة العملية أيضا عندنا الحياة العملية هي بمعنى أن الحياة العادية أو روتينات اليومية العادية أنا نفضل أننا نقعد فيه ونوصلوا صور مش رأيك نشوف غرفة نوم خاصة بالأطفال تعتمد على منهج المونتيسوري فقط ثبتنا الصورة عبد الله مجهول تحية ونريمان نرم في غرفة التحكم بلا منسى وعيمة أيضا ورافقنا إذن هذه الصورة نتبع فيها بالنسبة للناس اللي عندهم اللي تساع في دارهم يقدوا يعني ببساطة يتبعوا منهج المونتيسوري يعني في الحياة العملية اليومية يلا هنبدأوا تدريجيا طابلة صغيرة الكراسي أيضا راهم صغار هذا الحاجة وش راح تزيد البفل أنا راح تزيده تجوغمات كورش عنده إتيكالية هذه الاستقلالية أنه واحده يقدر يرفض لاشيز هذه أيضا المسكة تاع الكرسي المسكة الكرسي عندها طريقة كيفاش نمسك الكرسي وأيضا على هذا الحس اللي يديروا بالبلاشيز تاعوا أيضا عندها دور كامل حنعلموه كامل هذه الروتينات كيفاش يدير اللاشيز تاعوا كيفاش يتنقل البلاشيز بغيزون تنحو نديروا الحمل الكرسي من منطقة لمنطقة لأنه قادر نديروا بغيزون كين أنشيطات تندر فوق الطاولة وكيما كين أنشيطات تندر على الأرض تكون غير سليمة على الطفل بايزون كيما عدنا البرج الوردي أو الدرج البني هي تكون غير آمنة على الطفل سمات هجوغ تندر على الأرض أكيد السرير أيضا نرى نشوفه في مستوى الطفل بداية صغير وآمن يعني ما يسحقش أنه يطلع وحتى في الشكل داع ويكون جميل أكيد إذن هذا فيما يخص سرير نرى أيضا خيمة في هذه الغرفة الخيمة مش رح تزيد للطفل ربما هنا في الإبداع أخذوا أين يشجعوا على الخيمة ويخذوك كم بزاف الحاجات على بايزون كيما الخيمة أو المخيم نديروا مخيم صغير هكذا للطفل كيما احنا كنا من قبل بكريتش مخايد كنا نخذوا لهم طريحة هاديك هي نفس الشي مع هذا توجو هنا نخليوله هاديك الإبداع وروح الخيال أيضا تكون عنده ابتكارات بزاف تشوفي هنا أطفال كل واحد كيفاش عنده كيما البانت اللابلو يبغي يديروا البويتة تحهم الأطفال اللقاي بليغوا الكراني في الغابة ما هنا عنده إبداع وروح الإبتكار أكيد تشجعي الأولياء لما يتابعوا فينا لعندهم يعني مساحة يعني كبيرة يخصوها سبيسيال مون هذا الشي سوخة للمون تسوغي لأنه لحد الآن هو برنامج منهج لناجح مائة بالمائة جميل نقطة أخرى بالنسبة للناس اللي ما عندهم ربما مساحة كبيرة في البيت تحهم يعني يقدروا يخصوا مساحة الأطفال تحهم ولا يخلوا المساحة تعل البيت يعني خاصة بالأطفال ما نازمش الأم تقعد يعني تبع في الطفل تقول له ما ترحش منها ما تطلعش منها هذاك السالون ما شي لك هذه دخلة أيضا في المونتيسوري دخلة في المونتيسوري دخلة في مجال النفسي حتى أن تقول لأبليباق تعل الأماهات وللكثير من الأماهات من الخوف التاحة ما تديرش هذي بالك على هذي روح منا ودير كيما هكا ما تقعدش فلاشهز هذي بسكوية عالية بزاف وشخونا هنا تجعو نكون نخليه نحافظه على سلامة الطفل والأمنة دياله وما يمتون نخليه له أيضا حرية الاختيار حتى في في اختيار للأثاث لما لا ديوه ويخيار للأثاث ويشوف حتى الألوان اللي يحبها هو الطفل أكيد الآن تحثوا أيضا تحثنا على الأثاث على دورة المياه على الأكل أيضا نجب يكون استقلالي فيه الطفل أكيد في الأكل أطفال ميحبوش يأكلوا حاجات بزاف حاجات ما ميحبوش يأكلوها باريزامل تعطيلو يأكل باريزامل نحن الأمهات نعطيولو كمية قليلة يعني على بنا اللي مش مليح صحة الأطفال لكن نعطيولو كميات قليلة نحاولو هذيك الحاجة اللي غير آمنة عليه اللي فيها مواد صينعية وكاملة هذيك نحيوها لكن حاجة في البيت علش من نعطيولو وش بايزون الحريط الاختيار وش نطيبو اليوم هاي يا ماما وش نديرو علاها ما نقدرش نبوزي لو كيستيون كيما هك نديرو وش درتلك تاكل حنا يا وش كاين تاكلها وفريمون صح يعني وعلاش ليلة من صحة وش نديرو نديرو مقارون نديرو سباقيتي باريكزامبل هو راح يخير ما بين هادلي نديرو دي شامبيني ونديرو دي كرافات ورح يخير شوفي احنا ميولات الطفل ولا الطفلة بسي فاهمة أكيد أيضا الطفل يكون صغير يعني قبل ثلاثة سنوات ولا حتى عند بداية تنوى الغذائي في أربعة أشهر تقدر الأم تطينه يعني يخير تحط قدامه مجموعة من الخضر اللي تكون أمنة مطهية بطريقة صحية وهكذا هو يخير ويخير ويختار الخضر ولا الفاكهة اللي يحبها هو أكيد يلا الآن رح نشوفوا الألعاب المونتي سوري اللي يراهم متوفرين الآن في الأسباق والأكيد الأمهات كمان اللي يراهم يقتنمهم بكثرة للأطفال تحم أنت كمدربة مونتي سوري هل تشجعي الآباء والأمهات اللي يتبعون فينا على اقتناء هذه الألعاب وفقت ولا اقتناء أيضا بعض الألعاب اللي ما عندهم شفايدة تعطونا بلي يضيها ويجيبها ولا يكفيها لك صحيح وي أنا شجع الأمهات وجميع الأمهات حتى في الروضات يعني أنهم يقتنوا أدوات لتكون أدوات أدوات مونتي سورية تعليمية وتثقفية أيضا كان بزاف الآن في السوق تعنا نلقوا أدوات بزاف تعليمية يعني صح من كونتي تعليمية تعليمية لكن ما هيش أدوات مونتي سورية كما نقولوا إحنا بغيزم الكيمارا نشوفها صور كانين بغيزم كما هكذا الأشكال كامل هذه مونتي سورية نحن نشوفها في الحياة الحيثية حتى في الألوان مثال نشوفها في ركن الحياة الحيثية مليحة الأطفال صورة الطفل هذه الصورة مهمة جدا هذه العبارة التي نعرفها متوفرة فقط يعود لنا عبدهم متوفرة لكن الأولياء ربما يشيروها في سنة الأولى ولا في سنة ثانية من حياة الطفل يقدروا يعني في هذه المرحلة يعلموا الأطفالهم أنهم يحسبون يفرقوا بالواحد والزوج والعشرة يعني هنا تكون شوية تكون شوية غيرتاغ بس كعالة احنا عدنا ست سنوات الأولى اللي هي فترة جد حساسة وست سنوات الأولى اللي هيثبت فيها الطفل نعم تفضلك يعني الولد كي يكون فيها مرحة عام نقدر نشيرو الأعداد والأرقام نقدر نعطيلو هاكا أعداد وفرقزمبل أحرف بشي ألف فقط الأدات لكن في السن ثلاث سنوات بش نبدأ نثبتلو الأعداد مثال علاش ديركتومو نعطيلو في الورقة مجرد كيوصل سنة أولى سيبون كل شي بخاتيك في الورقة يعني كل شي رح يكون مجرد احنا في المنتي سوغي الهدف أنه ننتقل من هادك الملموس بليتو من هادك المجرد إلى الملموس كل حاجة ملموسة أو حسية يعني انتو شيوها بغيزمبل هنا في رياضيات كي ما شفتين أعداد هذو ما كنقول لنا يا بغيزمبل نقول له العشرات نعطيلو العشرات دوكا عندنا نفل تشفي إذا تشفي لها كنا نقرأ عمود العشرات مثال كنقول عمود العشرات أنه راني نحكي لهذا عمود العشرات حتى كنتوشي هاد الخارز نلقى فيه صح عشر خارزات أيضا فيما يخص صفيحة المئة كي نحكي على صفيحة المئة باش ندقل من عمود العشرات إلى المئة أنا نفهمه باللي هاد صفيحة المئة فيها عد شحال فيها من أعميدة فيها عشر أعميدة عشر أعميدة للعشرات اللي هي الديزن وهذه صفيحة يفهمها طيخ لنسي ما يفهمها علش ما يفهمها حجم الموسة كي تكون حجم الموسة رح تكون سهلة ما تكونش صعيبة المربع وشنو هي الفايدة تاو المربع عندنا أيضا هذه صفيحة المئة المربع هو مكعب الألف كي نحكي تفهمها بالتفلتها سنة هنا يكون في سن خمس سنين هاي هذه خمس سنين يقدر يفهمها حجم سهلة يقدر هنا الطفلتها في سن خمس سنوات يقدر يحسب حتى في عملية الجمع كامل يحسب حتى يحسب حتى في العملية الجمع يحسب حتى حتى التسعة الف وتسعمية وتسعة وتسعين يقدر يوصلها في خمس سنوات في خمس سنوات نعم جميل لأنه كل شي ملموس مش حاجة صعيبة جميل جدا لكن هل المونتيسوري يعني بعيدا عن هذه الأدوات وما إلى ذلك وشنو هي الخطوات البسيطة اللي تقدر من خلالها الأم في البيت أنها تنتهج المونتيسوري مش فقط ترح تشيري هذوك الألعاب اللي رأي متوفرة في الأسواق وتحط وليدها وتطيلوا اللاستيكات وتخليها تقولوا كي مارك بلما تفهملوا تقول لك تخليها مستقل هذا الميتود منتسوري مش هكا برك يعني مش منتسوري دوكا كينين دي فيديو سور يوتيوب يتقدر تشوف لابلي بغتا اللي دكاتيرو كامل وضعوها كادي فيديو كامل فيها يعني التسهيلات وكامل تشوف وش تقدر تمارس مع الطفل التاحة لكن لازم تكون عندها منهج منتسوري يعني طريقة التثبيت هذه المعلومات مش هكا يعني يهابئا فقط لأنه هو منهج مدروس علميا وكامل وره ناجح مئة بالمئة يعني هنا نقدر كل حاجة لازم تكون من المساوي يكون عندها أيضا الأولياء لازم يكون عندهم منهج يتبعوه مع الطفل التاحة واللي هو منهج المنتسوري أكيد يكون عندهم منهج ولا ثقافة عما حول الموضوع أيضا المنهج حتعرف المنهج يتبعوه ولا تقدر يعني تكون عندها ثقافة هي تبحث تكون فيها تكوينات أحسن بما أني مدربة أنه نقوم بزاف تدريب المربيات وكامل وهذه النقطة اللي حبيت نوصل لها للأسف يعني كل هذه التكوينات يعني فيما يخص التربية والاستشارة الأسرية توجه للمهنيين فقط لكن الأمهات الجدد اللي ربما حبين يربيوا بطريقة عصرية ما يصبوش وراشات ناسيما صح ما يكش وراشات بزال للأمهات يعني غير غير للمهنيين طالبات وكامل ولا بشي الغاب وعنش مفكرتوش أنكم تقدموا وراشات للأمهات للجدد أيضا شي جددو شوية برقص كمية تحم ويوجد هناك دورات أنا بحدثي أن نقدم دورات في مجال قوي للأمهات للأمهات للطالبات أيضا لزورتوفونيس للبسيكولوج لأنهم يعملوا بزال بمرهج المنتيسو ويساعدهم بزاف مع الأطفال تحهم لأنه المنهج المنتيسو ويمن ننسوش بلي مع الأول كامل كيدرتو مريا منتيسو كانت مع أطفال ذوي لإحتاجة الخاصة بغي زوم بالأطفال تواحد ونعم أطفال تواحد وأطفال ليدخي زومي كاملة يعني كانوا هم أطفال ذوي احتاجت الخاصة كما تقول مريا منتيسو المقولة الشاهرة لها قادت لك أنا كي قدرت المنهج التاعي وكامل كانوا للناس كامل في منتهى الدهشة يخص النظافة الشخصية نظافة الماكن نعرف بلي أطفال ذوي الاحتجاد الخاصية يعني في هذا الشيء شوية نقصين شفوهم أنهم نجحوا في هذا الماجر قلت لك لما لا أنه رح ينجح النجاح باهرا لكي نستعملوهم على الأطفال الأطفال العاديين أو الأطفال الأسوية شكرا شكرا لكم أيضا على الاستضافة حبيبتي أكيد وإن شاء الله نتمنى وأنك أنت أيضا تستضيفينها في المدرسة التي تقومي على المستوى بتكوين المهنيين والفاعلين في هذا المجر